اهلا بحضراتكو كل سنة وانتو طيبين وعيد سعيد عليكو يا رب خلص رمضان بسرعة علشان نستنى تاني وان شاء الله باذن السنة الجاية هيجي ومعال خير كله هترجع صلاة الترويح تاني وهيرجع صلاة الايد وهنشوف باذن السنة الجاية ايام احسن من اللي احنا كنا فيها علشان احنا يعني قبلنا باللي عمل وفينا ربنا واللي كتب هن وان احنا راضين بكل حاجة وبنقول يا رب اصلح الحال وخلي حنة السنة الجاية احسن من اللي احنا في دلوقتي وكل سنة وانتو طيبين كمان مرة وانا مبسوطة ان انا معاي كل نهاردة في اول يوم في العيد ان احنا مع بعض وان احنا هنتكلم مع بعض وانقول حاجات مفيدة وعايز اقول كل سنة للامة الاسلامية كلها بعيد الفتر وعايز اقول للجيش والشرطة كل سنة وانتو طيبين انتو طيبتوا معانا كتير جدا انتو الفترة اللي فاتت شفتوا تعب كتير بقول لكم كل سنة وانتو طيبين ودايما معانا ودايما خايفين على الشعب المصري وعايز اقول للاطباء والممردين برضو كل سنة وانتو طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب وان شاء الله الايام اللي جاية تكون احسن احنا النهاردة مع بعض عايزين نتكلم عن العيد واحساسنا به احنا الحمد لله العيد برضو احنا فرحانين به يعني احنا مش حاسين بحاجة نقصة احنا الحمد لله طالما ان احنا كويسين وما فيش اي حاجة حصلت لنا احنا في احلى عيد انا مش عايزة حدي يكتأب من العيد ان هو في حذر او ان احنا ما خرجناش او ان احنا ما سفرناش احنا نحمد ربنا الكلام كله بتلخص في كلمة واحدة هي كلمة يا رب طول ما احنا بنقول يا رب احنا في احسن حال وربنا باذن الله باذن الله عايز لحنا وهنكون احسن من الاول وهيبعد عننا السنة الجاية الحاجات الوحشة اللي كانت موجودة فحياتنا هيخللنا الحلوة بس احنا مبسوطين كلنا احنا كلنا بنعيد مع بعض كلنا يعني احنا عايز اقول كلنا صلينا العيد الصبح في باتنا حسنا في فرحة العيد كلنا قاعدين مع عالتنا احنا مفيش حاجة نقصانة حاجة نقصانة ان احنا كنا بنخرج بنسافر كل ده هيتعوض كل ده هيتعوض بس احنا بنقول ايه بنقول يا رب باذن الله باذن الله السنة اللي جاية كل حاجة هترجع كل حاجة هترجع زي الاول واحسن انا عايز اقول حاجة كمان نفس اقول عايز اقول كل سنة للشهداء اللي توفوا عايز اقولهم كل سنة وانتوا طيبين وعيدكم في الجنة احسن احنا الحلقات الاخيرة في مسلسل اختيار حسيتنا كلنا يعني الكام يوم اللي فاتوا قد ايه احنا احنا شعب بيخاف على البلدين وممكن يضحي بكل حاجة بدمه مش الجيش بس لا احنا شعب احنا شعب احنا شعب لو وقفنا في اي حتة هنضحي بنفسنا وقفنا قدام الارهاب التكفريين هنضحي بنفسنا عشان ناخد بطرنا للشهداء وان شاء الله هو عيدهم في الجنة احسن وكل سنة هم طيبين النهاردة هيكون معنا مواضيع يعني جديدة احنا خارجين طبعا من رمضان كلنا كنا بناكل براحتنا ما فيش اسلوب للأكل معنا يعني ما بنخرجش كتير ما بنعملش رياضة ما فيش جيم كده فطبعا كانت الامور معنا من لغبطة في رمضان شوية فيه اللي خرج من رمضان وزنه زايد وفيه اللي خرج من رمضان وزنه قل لاني الاكل بتاعنا ما كانش مظبوط احنا كنا ما بنكلش مظبوط في رمضان كل اللي كان نفسه في حاجة كان بياكلها اللي كان نفسه في حلويات بياكل كان نفسه في حاجات محمرة بياكل نفسه حاجات من بره بياكل فأكيد احنا الحاجات دي انقصرت معنا لان ما بقاش فيه اسلوب رياضة وخروج وشمس وحاجات اللي كنا بنعملها الاول فاحنا عايزين نهاردة نتكلم شوية على المناعة بتاعتنا وعلى التغذية بتاعتنا عايزين نشوف اللي احنا كنا فيه شر الفادة صح ولا غلط وعادينا عايزين نعمل وقفة مع نفسنا نشوف اللي زاد اللي هو الصح اللي ممكن يعمله علشان يرجع زي الاول من غير برضو احنا ما فيش جم يعني كان اغلبية الناس بتروح الجم او بتجري او بتعمل حاجة دلوقتي طبعا يعني عشان الظروف اللي احنا فيها ما بقاش فيه الحاجات دي فلازم نعرف ايه الحاجات اللي احنا ممكن نتغاضع عنها ما نعملهاش علشان اسلوب الرياضة اللي اختلف عندنا النهاردة معنا دكتور رادوة نبيل خصائي التغذية بالقصر العيني وعضو الجامعية الاوروبية والمصرية لعلاج السمنة والنحافة النهاردة معنا اسئلة كتير قوي عايزين نعرف منها حاجات كتير قوي يعني انا عايزة لم الحلقة كلها نطلع منها يعني نستفاد بكل حاجة يعني ايه المناعة مناعتنا يعني يعني ايه التغذية الصح يعني ايه ان احنا نعمل دايت صح يعني كل واحد دلوقتي يعني يقلب في الدايت بتاعه لا انا ما بروحش للدكتور دايت انا بعمل دايت مع نفسي بتعمل ازاي دايت مع نفسك انا بقوم الصبح اكل خياراية بداية بس اجي بقى في الغداء ادبها كل حاجة بس ما تعشاش ممكن دا ما يكونش صح ممكن دا يكون مش الصح انت بتعمله وتلاقي نفسك ما بتنزلش في الوزن او حد تاني لقى وزنه قال وعايز مثلا الوزنه يزيد شوية برضو مش عارف ايه التغذية الصح اللي ممكن يعملها يا كله علشان وزنه يتزبط غير حاجة كمان ان احنا عايزين نعرف احنا دلوقتي ما بنتعرضش احنا ولا ولادنا ولا يعني ناس كتير للشمس بيقلت خروجنا فهل ان احنا فيه فيتامينات معينة ممكن ان احنا نستعين بيها الفترة اللي احنا قاعدينها ان احنا نقو المناعة برضو الحاجات دي انا ما كنت بتكلم فيها انا مش متخصصة انا بتكلم فيها بالعمية يعني باللي باسمعه باللي بقوله لكن انا قاعدين تخصص ما فهمش فيها احنا نارضا عايزين ناخد كل الكلام من متخصص هو اللي يقول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه يعني برضو زي احنا برضو اكيد كلنا جبنا الكحك وجبنا البسكوت وكله هيكل مفيش حد مش هيكل بس عايزين نعرف يعني الكميات اللي ممكن ناكلها والكميات اللي ممكن نقل منها إيه اللي نزوده وإيه اللي نقله يعني إحنا طالعين برضو من رمضان مع الأكل بقى نبتدي نفطر هنبتدي نتغدى فهيحصل لنا في معدتنا في أسلوبنا حاجات يعني غير ما كنا بنسوم من الفجر لغاية المغرب المعدة كتوى دانية بيكون فاضية ما فيش أكل فيها دلوقتي بنقوم نفطر بنأكل كحك أكيده يحصل يعني الواحد هيحس أنه تعبان شوية الأكل تقيل عليه يحصل مثلا أنه حاسس بحرقان بحمودة من الكحك برضو تماما كانت بيعمل الحاجات دي فأنا عايزة أعرف الصح إيه مش أنا الواحدي أنا عايزة كل يعرف الصح لإن إحنا في ظروف مش عايزين يعني نمشي بدماغنا يعني إحنا في ظروف إن إحنا عندنا ظروف ما بنخرجش ما بنعملش مش عايزين ناكل على مال على بطالة الغلط في الصح لا نعرف إيه الصح ونعمله إيه أكلتنا الصح ونمشي عليها أنا نفسي ما عرفش يعني أنا نفسي ما عرفش وعايز أعرف فإن شاء الله دكتورة ردوة نبيل النهاردة هتدينا طبعا يعني كل المعلومات اللي احنا هنمشي عليها الفترة اللي جاية وهي فترة برضو يعني محدش يدمن حاجة ممكن تكون فترة مش قليلة فلازم كلنا نلتزم نعرف يعني إيه مناع يعني إيه التخذية الصح يعني إيه الضاية الصح يعني نعمل إيه مع أولادنا في أكلهم إيه الصح ليهم وإيه الغلط يعني نمنعه كله في إيدينا هما دلوقتي قاعدين في البيت ما بيخرجوش فكل الوسيلة ليهم من هما بيأكلوا والله أعلم اللي بنعمله واللي بيأكله وما فيش فكهة كتير كان في رمضان خارجين حلويات بالعبل يعني كنا على طول يوميا أطيف وكنافة وحلويات وبسبوسة وكله بالسمنة وكلنا بناكل ده غير الفطار اللي بنعمله يعني أشكال والوان وكله بقى بيأكل أكل يعني برضو أنا أعتقد أنه هو مش صحي فعايزين يعني نخرب بقى من رمضان ناكل صحي شوية علشان نعمل وقفة مع جسمنا كده نزبط الدنيا نشوف المناع إيه عندنا لأن الوقتي أنا شايفة إن إحنا بقت أغلبيتنا مناعتنا ضعيفة أي حاجة بقت تجلنا بسهولة يعني إحنا مش فاهمين حاجة إحنا مع دكتور ردوانبيل النهاردة عايزين نعرف يعني إيه كل حاجة لصحتنا نعملها صحة أهلا بك يا دكتور ومنورانا كل سنة أنت طيبة تجد منوراني يا ربي خليك صحة وبخير وإن شاء الله المعلومات اللي إحنا لو يعني حتى طلعوا بمعلومة واحدة مفيدة يبقى إحنا كده نجحنا إن شاء الله أكيد يا دكتور بس سواءنا في الأول عايزة نعرف يعني إيه جهاز المناعة جهاز المناعة بكل بساطة بنقسم لمجموعتين المجموعة الطبعية اللي إحنا بنقول عليها المناعة الفطرية اللي إحنا أساسا بنتورد بيها وبنكتسبها بعد كده من أمهاتنا وهي بتردعنا وعموما إحنا بنقول على المناعة الطبعية دي زي ما واحد واقف في عاصفة طرابية لو واحد يعني جال وحب الطراب إيه اللي هيحصل عيني هتدمع هيبتدي يعتص هيبتدي المخاط والكحة ده كل دي مناعة طبعية بتحاول تبقى الدفاع الأول للمجربات والأجسام الغريبة على الجسم والشك التاني أو المجموعة التانية هي المناعة المتخصصة اللي بتطلع بالذات لفيروس أو لبكتيريا أو نوع من الباسوجين سواء الطفايليات أو فطريات يعني متخصصة بتطلع لمايكروب معين يعني معنى كده ان الفيروس اللي بيجي في الجو فيه مناعة في جسمنا ممكن تواجه طبعا ده يعني احنا بنقول اللي فيه خط الدفاع أول وخط الدفاع تاني الخط الدفاع الأول زي ما أنا بقولك فيه الأنسجة عاملة غشاء للجهاز التنفسي والجهاز الهضمي فيه عندي الدموع فيه عندي العصارة اللي بتطلع من المعدة اللي بتقتل المايكروبات ده كل ده خط الدفاع أول وبعدين يجي الخط الدفاع التاني اللي هي بتبقى خلايا متعددة الأنواع زي الخلايا اللينفوية والخلايا القاتلة بالطبيعة أو الخلايا الهجومية كل دي أنواع من الخلايا بتطلع لتهاجم وبتساعد طبعا بس لو فيه قلة مناعة عندنا وفيه فيروس الوضع هيكون إيه؟ بس يا ستي احنا عايزين بس نقول للمشاهدين إن من 11-2019 لحد دلوقتي الدراسات يعني الدراسات والأبحاث قالت اللي فيه علاقة قوية للأسف ما بين السمنة وما بين نقص المناعة ودي لازم نخلي بالنا منها طب هو يعني إيه سمنة أو زيادة في الوزن احنا منتكلم بمعاملين أو two factors الفاكتور نمبر ون أو العامل الأول معدل كتلة الجسم يعني إيه؟ يعني أي حد عنده آلة حسبة في الموبايل هيقيس وزنه بالكيلو جرام ويكتب وزنه ويقسمه على طوله بالمتر يعني مثلا لو أنا طولي 160 سنتي أنا هكتب طولي متر وفصلة 6 فأنا هقسم وزني على طولي مرة وبعدين هقسمه تاني على طولي لأن معدل كتلة الجسم هو الوزن على طول مربع فمثلا لو أنا وزني 60 هقسمه على متر وستة وهقسمه تاني على متر وستة لو تلاقلك الرقم بتاع معدل كتلة الجسم من 18 إلى 25 يبقى أنت وزنك طبيعي لو طلع من 25 ونمشي بقى خمسات لـ 30 يبقى أنا أوفر ويت أو في عندي وزن الكاتجوري اللي بعديه لو من 30 إلى 35 دي سمنا النوع الأول من 35 إلى 40 اللي سمنا النوع الثاني وطبعا كل ما بنطلع خطورة الأمراض للأسف بتزيد طيب هل السن لتأثير برضو كل ما السن تقدم كل ما ما نعرفه؟ ده حقيق ده حقيق بنحط كاتجوري برضو للـ different ages أو السنين المختلفة فإحنا عندنا لحد سن 49 من 18 إلى 49 دول اللي لقوا فيها لنسبة العدوى بفيروس كورونا ده أقل من 49 إلى 65 وبعدين من 65 إلى 70 حصل الضبل في نسبة الحدوث بفيروس كورونا ومن 75 إلى 85 حصل بنسبة أعلى لكن الطفرة في الزيادة لنسبة الحدوث لفيروس كورونا زادت قوي من سن للأسف من 49 إلى 75 سنة فلازم نخلي بالنا قوي على أيو بس فعلا فيه وفيات حصلت في السن اللي أنت بتقولي من 18 إلى 90 في النص ده فيه وفيات كتير حصلت ده حقيقي بس إحنا بنا نتكلم بالأعداد النسبة الأكبر للأسف فوق 49 فإحنا بنتكلم اللي فيه علاقة ما بين الكورونا وما بين السن وبين الكورونا وما بين معدل كتلة الجسم أو الوزن للأسف اللي فيه دراسة ومش دراسة واحدة بصراحة يعني الدراسات اللي في إنجلترا وفي فرنسا بالذات شافت اللي الناس اللي بتخش الرعاية الصحية 73% منهم زوء أو البشر زوء الوزن الطبيعي الزايد اللي هو بالذات معدل كتلة الجسم 40 بما فوق يعني إحنا نقول الوزنهم زايد هم معرضين أكتر للعدوى بالفيروس؟ لا مش معرضين لما يخشوا المستشفى معرضين لرعاية أو يخشوا الرعاية الطبية اللي هي الـ ICU أكتر ومعرضين لزيادة خطورة المرض لكن إحنا سواء بشر عاديين طبيعيين سواء سننا كبير أو سننا صغير أو أصحاب أمراض مزمنة زي القلب والكلا لا كلنا معرضين بنفس النسبة لكن خطورة المرض بيختلف بقى بعد كده من إنسان الآخر على حسب وزنه وسنه وهل عنده أمراض مصاحبة مزمنة معايا ولا لأ أيها بس في ناس لوزنها زايد ولا حاجة وفعلا بيتعرضوا للفيروس ومفيش مناعة هل ده برضو عدم تغذية عدم مرسة رياضة عدم مثلا مش بيأكلوا حاجات اللي هي ممكن تقاول مناعة يعني ده برضو ليه داخل في نحنا بالضبط إحنا جايين النهاردة عشان نفهم المشاهدين إن إحنا لازم نهتم بتغذيتنا وإن ده بقى خلاص موتيفيتين فاكتور أو أداة تشجعية للناس تأكل صح الكورونا فيروس والباق اللي إحنا فيه بقت أداة تشجعية الناس دلوقتي بتشجع بيها نفسها عشان تأكل صح طيب لما أجي أكل صح أكل إيه بقى أنا بأكل كل حاجة بس يا سبتي هو التنوع في الأكل صح بس بنسب أنا بأكل له على نفسي طيب أعمل إيه طيب إحنا لو تكلمنا كده بالراحة إحنا بنتكلم اللي إحنا لازم ناخد بروتيناتنا من 25% إلى 30% من أكلنا ليه؟ البروتينات فيها أحماض أمينية مهمة جداً للخلايا المناعية فعندك الأحماض الأمينية أنا مش عايزة أدوش الناس بالأسامي بس في أحماض أمينية موجودة بالذات في المصادر الحيوانية تمام؟ مهمة جداً لازم أخدها كل يوم فأنا لو عندي مثلاً طبقي كل يوم لازم يبقى تلت بروتين عشان يبقى 30% مثلاً وتلت نشويات والتلت الأخير خضار أو لو إحنا مش عايزين يعني نقول بالأطباق عشان ملاقيش حد يجعيب لي طبقة كده يعني أنا ممكن أكل رز كل يوم ممكن تكل رز كل يوم؟ ممكن ولّا لو كانت رز في يوم ممكن تاني يوم أكل بدلو سلطة يعني أبدله علشان ميبقاش كل يوم مثلاً بأكل رز أنا بحب الرز فلازم كل يوم لازم أكل رز هل ده برضو هيؤثر معي؟ ممكن أبدله بحاجة تانية؟ بصي هو لازم لما نعمل تغيير نعمل تغيير للأحسن وبصراحة أنا بحب كلمة اللي إحنا نحسن عادتنا الغذائية أحسن منغير عادتنا الغذائية لأن أنا لو غيرت هحسن نفسي اللي أنا مش أخدا حاجة على مزاجي دكتور عموماً الوضع اللي إحنا فيه غزباً عنينا دلوقتي هنبتدي نحسن وهبتدي اللي كان الأول بيطنش وبيقول لا ما عملشي وأنا واحد أكل النفسي فيه وكده هنبتدي نقول له لأ حصلت وقفة في حياتنا بزبط هتغيرنا كلنا بزبط بس أتغيرنا للأحسن هو إحنا لو زبطنا أكلنا وكل ده ما هيؤثر إيه على القلب هيؤثر على المناعة بتاعتنا تبقى أقوى يعني هنستفيد يعني إحنا بنأكل حاجات مش مش صح كتير إحنا أنا بحب قوي طريقة إن إحنا نعلم المشاهدين نسبة الرز مثلاً أو النشويات لازم تبقى قد قبضة الإيد يعني أنت مثلاً هتاكلي نشويات قد قبضة الإيد أوكي؟ قبضة الإيد مثلاً عبارة عن ست معالق رز أو ست معالق مكارونا أو عيش أو عيش بلدي طبعاً يفضل أو بطاطس يعني لو كنت رز ما كلش عيش؟ يعني آه يفضل في الوكبة في الوكبة يفضل إعدام إنت هتاكلي عيش فما ناخدش معاه نوع تاني من النشويات لأن أنواع النشويات في نفس الوكبة هتبقى كتير طبعاً الصلطة يبقى قد كافين إيدي أوكي؟ اللحمة على قد كاف في الإيد مش بالصوابع على قد آه بالنسبة للناس اللي عديوا قدك قدك نفس الكلام يعني السمك من أحسن ما قلش براحتي؟ السمك بقى ما بقى إحنا لو أكلنا سمكاية يبقى هو ده المطلوب طيب السمك بقى ده كمان في مشكلة في ناس بتحب السمك المشي وناس بتحب المقلي أكيد ده غير ده يعني ده معمول في السمنة في الزيت ومحمر والتاني طبعاً مش معقول لأي حاجة طيب اللي بيأكله المقلي ده مش ده برضو بيأثر احنا هكملك في الكلام يبقى إحنا كده هو تكلمنا عن نشويات وقلنا النشويات قد قبضة الإيد البروتينات قد الكاف الخضار قد الكافين الزيوت على قد أسبوع كبير يبقى أنت وانت للسمك ما تحطيش أكتر من معلقة زيت طعام أوكي معلقة الطعام زيت أوكي وده تبقى في الوجبة بتاعتك سواء في الفطار أو الغد أو العشر يبقى أنا كده في الآخر عملت المنظمة الصحة العالمية محتاجية يبقى أنا كده حطت بالي اللي أنا أخذ بكميات معينة بالنسبة لأنواع الأكل المختلفة أوكي وفي نفس الوقت أكلت اللي نفسي فيه بس كمان عايزين نقول حاجة إن إحنا مش بس نهتم بالثلاث أنواع المهمين الكبار اللي إحنا بناخدهم زي البروتينات والنشويات والزيوت لا ده إحنا كمان لازم نخلي بالنا من البيتامينات أو البيتامينات والمعادل فالبيتامينات ليها ستة أنواع أهم نوع فيهم هو فيتامين دال وده الحمد لله ربنا مدهنا مجانا بس للأسف إحنا عشان في وباء ما بنطلعش طبعا كتير ما نتعطرش للشمس كتير بس عايز أقول اللي برضو مهما أكلنا ما فيش غنى عن اللي إحنا نقف في الشمس قبل الساعة عشر وبعد الساعة عربعة من خمستاشر لعشرين دقيقة يبقى وانا يوميا يوميا ما نكونش حاطين واقي شمس ونبقى معرضين دراعتنا إحنا وولدنا عشان ما ننساش وولدنا طب دكتور إحنا الوقتي بقالنا داخلين في شهرين الولاد ما بيتعرضوش لشمس ولا إحنا وكان المدرسة أو كان الجماعات أو كنا بننزل نادي أو كده فكنا بيتعرض للشمس هم بقالهم الفترة دي ما بيتعرضوش لحاجة وبياكلوا طيب وما بياخدوش الفيتامين اللي يعوضهم بكده طيب هيبقى الوضع إيه ووزنهم بيزيد ووزنهم بيزيد الأطفال بالذات لازم نبقى أسكية جدا معهم لأن هم أسكى مننا أسكية إزاي ونقول كده تريكس أو حاجات نخدعهم بيها أول حاجة نحط الأكل الصحي قدامهم يعني ما سيبش مثلا للباسكوت والحاجات المعلبة قدامهم لا دي أحطها على جنب وطلع طبق الفاكهة قدامهم هو الطفل طول ما شايف حاجة قدامه هيجي مش على طبق بس هيجي بعد شوية هيجي ياخد ويمدي إيده لأنه فيه مبدأ دلوقتي بيقولك يعني أنت بتاكن اللي بتشوفه حتى لو ما بيحبوش حتى لو ما بيحبوش هيمد إيده بصي أنا هقولك حاجة كان فيه قصة أنا عرفيها كويس قوي الأم قالت أنا لازم أربي أولادي على عداد غذائية صحيحة فهي عايزة تأكلهم سمك فأولادها قالولي أنت طبخة حضرتك إيه النهاردة فقال لهم سمك المهم ما تغدوش سمك جنف العشاء ها تغدين هو السمك تاني يوم فطره سمك فإحنا لازم نبقى برضو يعني مش شداد بس برضو لازم نبقى واقفين على هدف ما أنت برضو يعني بصب عليك يعني ما ممكن ابنك يغضب يقولك مش واكل مش عايز لجبيلي دلم إما مش هاكل فأنت بتضطري تضعفي يعني أنت بتضطري خلاص أنت مش هايفامش بياكل وغدف فأنت بتضطري تضعفي وجبيلي اللي هو عاوز الخدع نمبر اثنين اللي هنحط الحاجات المفيدة في حاجات هما ممكن يحبوها بمعنى الكريم كرامل الكريم كرامل ده مليان يعني بروتينات بجميع الأصناق تمام؟ من اللبن من الكريم اللي هنحطها أو البيض اللي يبقى جوه الكريم الكرامل مع الرز بلبن والمهلبية كل ده كاتجوري ده مهم جدا وحلو الايس كريم أنا ما عنديش أي مشاكل اللي كل طفل ياخد بولة ايس كريم في اليوم الخضار في وسط الأكل يعني احنا مش لازم نعمل فراخ بس ده احنا ممكن نحط الخضار عليه مع النشويات بتاعتنا ولازم طبق الصلطة ولازم طبق الصلطة وطبق الصلطة هم ما يخش يعملو معانا يعني انت لو شاركتي ابنك أو بنتك اللي هما ينزلوا اشتروا معاك ويتبخوا معاك يعني هيبقوا فرحينين اساسا اللي هما عملوا حاجة وهيكلوها يعني لازم نشركهم معانا في اللي احنا بنعملو عشان نحسيتهم بفايدة الحاجة اللي هما قام وعايز اقول حاجة مهمة الام مش لازم تقعد في بلها اللي الولد او الابنها والبنتها لازم يخسوا لا ده احنا لو ابنك او بنتك فضل على نفس الوزن وبس طوله بيزيد يبقى انا كده ايه انا كده ابني بيخس طيب احنا معانا الوقتي اكلات اللي هي بتحتوي على فيتامين دي ممكن ان نبص عليها ونعرف برضو المشاهدين هي الاكلات اللي ممكن ان احنا نتعرف عليها ده ايه دكتور؟ ده بيتامين ديل السورة بس اللي قبليه يجيبها بيتامين ديل الاساسي بتاعه هو الشمس طب لو ما تعرضناش للشمس ممكن اخد اسماك الدهنية زي السالمين الساردين التونة الماكرال ده اهم نوع بيبقى فيه فيتامين ديل عالي برضو ممكن اخد ماشروم او صفار البيض والاهم في البيض صفار مش البيض بالنسبة للفيتامين اغلبية الاطفال ما بيحبوش الصفار برضو انا عايز اتكلم في الحتة دي اتسلوا لهم البيض يرموا الصفار وياخدوا البيض مالده خليف الكريم كرامال مالده خليف اكلك من غير ما تقولي له ده صفار برضو الجبن سواء الجبنة جودة او الشيدر برضو بيبقى فيها بس دي دكتور ما بتزودش الوزن الجبن الجبن عامل زوحدين اولا فيها دهون وطبعا لو جبنة حدقة بيبقى فيها املاح فاحنا بنحاول نروح يعني للجبن الملحاء قليل وزيوتها قليلة اللي هي زي الشيدر اللايت والجودة اللايت والطبعا القريش الكنج بتاعهم او الملك بتاعهم وده اكتر واحد صحي الجبن مفيدة جدا لان حصت يعني من الكالسيوم الجبن دي او واللانشوهات اللي بيجبوها دي مملوعة خالص دي بقى انت كسيدة وكأم في البيت تمنع اللحوم المصنعة ده اساسي احنا مش قاديين نبطل المشروبات الغازية على الاقل نبطل اللحوم المصنعة بما فيها بقى السوسيس والباسترما واللانشوه ده خط احمر ممنوع مع ان الاطفال اغلبيتهم بيحبوا الحاجات دي انت بقى موجودة في البيت بقى فيه البديل البديل يعني دايما حتى عايزين ناجتس عايزين حاجات اللي احنا ممكن نجيب البني ونعملوه بس هم عايزين ده اللانشون الباسترما الحاجات اللي هي برضو مش مستحب ان احنا ندها لهم دايما بيبقى عنده بقى على اكل بره يعني على طول وبردو الاكل بره يعني انا شايفة ان هو بردو اكيد بدأ في المناعم ده اكيد ده اكيد لان حتى لو انت بتكلمي على ساندوتش الناجتس او ساندوتش البرجر فنسبة الفيتامينات والمعادن فيه قليلة جدا فاحنا لازم نخلي بقى ان لو هم هيكلوا بره فدي تبقى المكافأة بتاعتهم وبلاش حتى حكاية مكافأة عشان ما يفتكوش هم لو مكافأة يبقى احنا بنعملهم حاجة صح يعني بقى الاكل بره ده صح بصي انا مش عايزة خلي يبقى فيه علاقة ما بين اكل بره والسعادة عشان هو كده دايما هيبقى سعيد اللي هو بيأكل اكل خاطئ فاهماني في حكاية المكافأة بالاكل بره لا خليها تبقى مرة واحدة في الاسبوع ياريت تبقى مرة واحدة في الاسبوع تمام واحنا دلوقتي احنا في الكارانتين او الحظر اللي احنا فيه يعني ممكن نقولهم التليفون بايز مش حارفين هما يطلبوا هما مع كل واحد ما عام بايز فبروح يطلب هندومش مشاكل يعني على اقل على اقل حاجة اللي ما يبقاش دا المصدر الرئيسي للتغذية بتاعتها طب الفراولة بقى يا دكتور بتقولي ان اخد سبع فراولات اه دا الفيتامين جيم دا نمبر اتنين في المناعة الفراولة هي قدامنا سبع حبات اه دلوقتي اه ويتاخدوا امتى في اليوم وهل كل يوم ولا فيه فترة معينة ناخدها فيها وبعدين فيه ناس عندها مشكلة الفراولة انا واخد الفراولة ممكن يحتالي حدتين اه فعايزين يعرف ايه قصة السباح هو انا جايباها بالذات عشان انا بلاقي اللي فيه ناس عايزة فيتامين دال فقالوه يا صيدلية هاتلي قراس او هاتلي الفوار بتاع الفيتامين سي ودلوقتي مش مابوت لا مفيش من كتر الطلب عليه طيب انا مش معناه كده مش معناه كده لانا مش ممكن اخد الفيتامين سي من او فيتامين جيم من اكلي دا بورتقانتين او اتنين كيوي او جوافة او في الخضار بتاعي نص طبق فلفل اصفر او احمر او اخدر اللي هو الفلفل مناون او قرن فلفل دا مليان فيتامين دي الحرق الحرق دا نمبر ون مليان فيتامين جيم اوكي ممكن اخده من الفراولة سبع حبات فراولة او نص كباية عنب او شرحتين اناناس يبقى انا لو عندي مش شرط فراولة مش شرط فراولة خالص اه عشان بس انا برضو بتكلم بقول ان في ناس كتير عندها حساسية من الفراولة وفي ناس كتير عندها حساسية من المنجا اكتر حاجتين يا دكتور انا لقي بيحصل فيهم مشكلة انا بيحصل لي مشكلة مع الفراولة وبيحصل لي مشكلة مع المنجا بحس ان انا جنبي بيوجاني من المنجا معرفش ليه هي زيادة بالضبط في الموالح في الموالح اللي في المنجا فممكن تكون بتتعب حضرتك لكن هي في الطبيعة مستعبش حد تاني فكل واحد طبيب نفسه كل واحد يبقى عنده اجندا كده انا ايه الاكل اللي بيتعبني وايه الشخص اللي بيتعبني مش بس بالاكل طبعا احنا الشعب المصري كله موادينا في داهية نفسنا نبقى قاعدين في امانت الله فجأة تروح نفسنا على اكله ما نقدرش نمسك نفسنا لنطلبها لتاني يوم نعملها لو احنا قاعدين وشمينا حد عامل اكله وبنحبها تاني يوم نعملها يعني احنا شعب فضيع في موضوع الاكل ده يعني ما بنفكرش يعني الحاجة الاولية في حياتنا اللي بنفكر فيها هي الاكل يعني انا مثلا حاولت ان انا اعمل ضايت مع نفسي قلت مش هفتر وهتغدى ومش هتعاشر ما نزلتش ولا كيل اه ما فيه اخطاء بقى شاعة عزبتي نفسي اختار ولا عشاء فيه اخطاء وده اول خطأ فيهم اللي احنا ممكن ناخد ضايت اقل من 800 سعر وده بيتسمى كالوريك ضايت او الضايت او الرجيم الكالوريز او السعرات القليلة جدا انت كده بتدخلي في جسمك في نقص من الطاقة وبالتالي جسمك بيقول انا لازم احتفظ باي سعر او اي اكل نجلق هتاكله يعني انا كده مش بقول ان انا هنزل في الازل انا ممكن احتفظ بالوزن زي ما هو بالغدى اللي انت اخدتين مش المفروض ان انا مفترش وانا جعانة الجسم يبتدي يشتغل على الدهون اللي عندي عشان يعود دوان فبتدخس ما هو الفكرة ان مثلا لو احنا بنتكلم اللي احنا هنتغدى بس العضلات بتاعتك وجسمك بيبقى بيشتغل بكفاءة اعلى فمثلا هو لو انت في اليوم الطبيعي كنت بتفتاري وبتتغدي وبتتعشي هو بيحرق بمعدل عالي لكن انت لما صومتي وبطلت تاكلي بالنمط حياتك العادية ابتدى هو يقول انا هخزن كل اللي انت هتغديه وهكتفي اللي انا احرق بمعدل قلال جدا عشان النجلاء خلياني في وضع الصيام يعني مش هنزل ولا نص كيلو حتى مش هتنزلي بنص كيلو لا ممكن ننزل بس بس بنمط بقى طبيعي بس باجي في الغدى بقى بضيع كله دي المشكلة ولا تورين رز ولا حتة لا باكل بقى انا متعشاش يا جماعة مفترتش فبعض دباها بقى في الغدى ده اسمه وايه بقى ده اسمه العطفي حب القعدة والرحرحة كده والبتاع واقول ده انا عاملة ضيت عشان مش انا بس اكيد في ناس اكيد بيعملوا كده وعايزين يخسوا وبرضه ما بيمشوش يعني ما بيحبوش الماشي زي حالات كتير ما بيحبوش الحركة بيحبو الانتخة زي ما بنقول كده احنا نشعب نحب ناكل ونريح بس وانت بتتكلم وانت بتتحرك ده عامل من عوامل الحرق احنا عندنا عوامل الحرق اول عامل اللي احنا بنفضل عايشين اللي هو التنفس وضربات القلب والضغط كل الكلام ده محتاج سعرات ده لازم يبقى موجود وده 60% من حرقنا 10% من اكلنا يعني اللي بياكل بروتينات غير اللي بياكل دهون غير اللي بياكل نشويات الجسم بيحرق منطقته عشان يغض من بروتين اكتر بكتير من الضهون طب انت برضو دكتورت استبانخ يعني برضو كلمت عليها وقلت ان هي مفيدة هل فعلا ان استبانخ الفايدة بتاعتها برضو بتكون مناعه؟ استبانخ ده يعني انا اعرف ان بره بيدخلوا استبانخ في كل حاجة في كل حاجة يعني كل حاجة بدخل فيها استبانخ استبانخ ايه بقى فكرته؟ استبانخ فيه فيتامين سي وي اللي هو فيتامين هي وفيه فيتامين الف تمام فهو غني بالمعادل قليل السعرات عكس المقليات والمحمرات والمسبكات اللي هي بتبقى فضية مفيهاش اي قيمة تغذوية ومليانة سعرات حرارية فيه ناس بتعمل استبانخ بطريقة غلط هي دكتور رادوة بتتكلم عن استبانخ اللي يعني بدخلوها بره في كل حاجة احنا هنا بنعملها بطريقة تانية خالص بتضيع الفايدة بتاعتها احنا هنا بنعملها بالتماطب احنا هنا بنعملها بالبصل يعنينا كلها من هنا ونعملنا عشر ساعات من هنا بصي هو عموما الخضروات الورقية كل ما طبخنا ديها يبقى عال كل ما هتبقى فايدتها فيها يعني كل ما انتي تقليلي اللي انتي ما تغلهاش اللي انتي ما تبخاش وتحطيه على البتجاز بوقت كبير كل ما فايدتها هتبقى اكتر فالخضار سواء الكوسة البامية الفاصولية السبانخ الحاجات ده هي بتبقى بالزاد على البخار وعلى البتجاز بوقت قليل عشان متفجدش المعدن والفيتامينات بتاعتها بس لو احنا بقى مش قدرين نعمل كده يبقى نزود في الكمية ده نفس الكلام بينطبق على البصل والطوم يعني اكلنا بقى اللي هو الصحي اللي احنا مش قدرين بنا منه يعني كل ما انتي تطبخي طوم على البتجاز اكتر كل ما فايدته هتقل وبعدين بيقولك حاجة لما انتي مثلا بتقطعي الطوم سيبقى عشر دقيق عشان يتفاعل ويطلع المواد المفيدة بتاعته اوكي اللي هي مجموعة الاليولين تمام اللي هي مهمة جدا كموضات حيوي اوكي ولما نيجي نطبخه لو هنطبخه بوقت كبير يبقى نزود عدد الطوم وكميته بس في ناس متحبش الطوم بصي هرجع اقولك كل واحد طبيب نفسه لو الطوم ده بيعمل من التفخيات او بيعمل صعوبة في الهض يبقى احنا نبدله بحاجة تانية اوكي اللي برضو مهم جدا المعدن الزنك الزنك دلوقتي هو الملك في المعدن الزنك ده بسهولة جدا ممكن ناخده لان احنا مطلوب مننا 10 ميكرو جرام في اليوم وبالمناسبة انا لما اقول ان انا عايزة فيتامين ديل او فيتامين جيم او فيتامين زنك فده كل يوم يوميا لان جسمي ما بيصنعهوش فانا لازم اخده كل يوم وده بالك فمسلا زنك ده هناخده من ايه هناخده من 100 جرام لحمة سواء لحمة مفرومة او لحمة عادية او فراخ ممكن اخده من البكريات ممكن اخده من المقصرات ممكن اخده من الحبوب الكاملة ممكن اخده من المقصرات سواء اللوز جوز عين الجمل الكاشو الحاجات دي فيها الزنك كتوائز بس الحاجات دي مش بتزود الوزن دكتور احنا دايما بيقول المقصرات او عموما الناطس بناخدها قد حفنة اليد يعني تاخد مقصرات ودقفل على ايدك كده هو ده اللي مطلوب هو ده اللي احنا جسمنا محتاجه محتاجه طب بالنسبة للبطاطس والاطفال كلها بتحب البطاطس المحمرة هل يعني دي دي الطريقة الصح لأكل البطاطس اللي هي معمولة في الزيت ومحمرة وتعارف ان كل الاطفال والكبار بيحبوا البطاطس اللي اه ان كانوا بيجوبها من بره او حتى من حمرة في البيت فهل ان هي دي برضو بتساعد على زيادة الوزن بص يستي يعني هو البطاطس المشدوقة من اكتر مأكلات بتشبع يعني نمرة واحد في المأكلات اللي بتشبع هو البروتين وبعدين يلي البطاطس وبعدين يلي الشفان والحبوب الكاملة فالبطاطس لو تعملت صح احنا برضو زي ما قلنا احنا نحبب الولاد في الاكل الصحي يعني لو عملنا لهم بطاطس فيوري انها قطها بشكل يعني كاااااااااااااااااااا اصميلي فيس او الحاجة احنا بنسلوقها ونعملها لهم ونعملها لهم بشكل مش وبيحمروها بعد السلي كمان طيب طيب ما قدتها عملت وقيدتها وضيعت وكده كله وحمرتها فايدتها مراحتش بس السعرات الحرارية اللي فيها زادت زادت فإحنا لو إحنا نفسنا فيها إحنا يعني نعملها وننبسط اللي إحنا بنأكلها ونستمتع بالوكبة دي ومنندمش بس نكمل بقيت يومنا وإحنا ماشيين صح فبالنسبة للأطفال لو هم عايزين ومصرين على البطاطس المحمرة أنا مش همنعه بس في نفس الوقت حخط له جنبه حاجة تبقى مفيدة لي زي الفراق المشوية مش لازم بقى تبقى كل حاجة مقلية حط له جنبها خضار وهو يخش معايا أو أسأله يا حبيبي أنت عايز إيه نوع من الخضار فيه ولاد بيحبوا البروكلي فيه ولاد بيحبوا الجزر فيه ولاد بيحبوا الفصولة أو البسلة فلازم يبقى فيه خوار ما بيني وما بين ابني لكن الخضار ده برضو يعني واجبة أساسية الخضار واجبة أساسية بس يتعمل صح بس يتعمل صح وبعدين احنا فيه يعني تريك برضو أو يعني حاجة لعبة كده من العبعة مع الولاد نقول لهم إيه رأيكم ناخد السبع ألوان بتوع الريمبو أو كوز القصح ويبتدوا هما طب إيه الألوان دهيت نقول لهم فيه لون أحمر ده موجود مثلا في الفلفل الأحمر ده موجود في الطماطم ده موجود في الفراولة فيه لون أصفر نبتدي نقول لهم الأكلات ده فيه لون أبيض ولون بيربل أو موف وهكذا وأخضر وطبعا فاللعبة دي والفلف الأصفر برضو ده مهم نحطه لهم أكيد برضو الأحمر مع الأصفر بس فيه أطفال ما تعرفيش يتحكي عليهم يعني خالص وبالنسبة بقى للسن اللي هما مش أطفال بيفهموا سن بقى المراهقة والشباب دول مش هتعرفي تتحكي عليهم خالص ولا تعرفي تأكل يوم غزبا عنهم ولا تعرفي تخليهم يمشوا يعني حسب مزاجي والسن ده هو برضو المعرض للمناعة بتاعته بتقل وبرضو في نفس الوقت أنت منتش قادرة تتعاملي معاه فعايزين نعرف منك برضو هل إن دول مش هيبقى ينفع معاهم غير الفيتامين اللي ممكن نجيبه ونده لهم لأنه هما دول ما بيسمعوش الكلام تقولونهم فاكهة لا خضار لا كله حاجات صحية لا وما تقدرش إن احنا نمشي عليهم كلمة دول مش هنأكلهم بالعافية أو نقول لهم تعالوا هنلعب سوا في المطبخ وعملوا واشتغلوا معنا ولا حاجة يعني هتحكوا علينا فعايزين نعرف وبرضو نفس الوقت دول خلاص هم تحبسوا في البيت لا بقوا ينزلوا مدرسة ولا بقوا يروحوا جماعات وقاعدين لا شمس ولا رياضة ولا حركة أو سن المراكبة ده أصلا سن خطر وكنا دايما نقول إحنا بنعالج سن المراكبة بالرياضة الرياضة بتمنعه من حاجات كتير بتخليه حط همه زي ما إحنا بنقول في الرياضة في التمرينات في حاجات كتيرة لكن إحنا دلوقتي بنتكلم على السن بقى اللي هو من 13-14 لغاية بعد كده السن اللي عندنا كلنا منه اللي ما بيسمعش الكلام في أي حاجة إن كلامنا اللي إحنا بنقولهم كله غلط وهم تفكيرهم اللي صح هم اللي صح وإحنا اللي غلط دول هنعمل إيه معهم وهم قاعدين في البيت إحنا مش عايزين منعيتهم تقل مش عايزين جسمهم يبوز مش عايزين مخوم يحصلوا يعني الرياضة مكتر قاعدة البيت الدماغها ما بادش مجمعها بكل بساطة دول لازم يتصحبوا ولازم نشجعهم نشجعهم بكلام حقيقي وكلام تصقيفي يعني أنت مثلا عندك ابنك مش عايز يمد إيده غير على المحمر وإيه النشويات والدهون اللي غير صحية أنت هتقولي له هو أنت بتحب لعيب مين في كرة كل الولاد دلوقتي بيحبوا حد معين في كرة يعني يا محمد صلاح حكيت طبعا طيب هو محمد صلاح ده ما بيخليش باله من أكله ما بيخليش باله من صحته طيب أنت نفسك تبقى زي مين هيقولك أنا نفسي سواء البنات مغنية معينة أو لعيب كرة بالنسبة للولاد الراجل ده تعالي نشوف التاريخ بتاعه تعالي نشوف هو بيأكل إيه يعني دلوقتي سواء محمد صراح أو لعيبة كرة بيعمله فيديوهات الواحد مش حافظ اسمه لعيبة كرة غير محمد صلاح يعني طلعي محمد صلاح هي المشكلة أني برضو عايز أقولك على حاجة أن الجيل ده ما بيديكيش فرصة لأنه تتحوريه أنت تبقى عاملة مجهزة أنت هتواريله إيه محمد صلاح نفسه وريلاندو وميسي عاملين فيديوهاتهم بيأكلوا إيه ويقولك أنا هاكل البوتين ده والبروتين ده وأنا عندي العلب بتاعتي بتاعة البروتينات دي خاصة بي عشان أنا عارف أنا جسمي محتاج إيه طب أنت يا حبيبي عارف أنت محتاج إيه هيقولك لا أنا معرفش فتبتدي أنت كأم تقول له لا ده نتخلي بالك اللي أنت محتاج جرام ونص بروتين لكل كيلو من جسمك يوميا دكتور مش كل الأمهات ما أنا بعلمهم هو ما أنا بقول لك هلنا بقاتي نعلمهم ويحفظوا اللي يقولوه آه جرام ونص لكل كيلو من جسم التيناجرز أو المراهقين محتاجينه كبروتين مش بس عشان هو بيبني جسمه لا عشان هو كمان يبقى أكتب ويبني عضلاته ويعمل الفورمة اللي هو عايز واخد بالك طيب هو البوتين ده بيبقى في إيه يا حبيبي بيبقى موجود في الفراخ بيبقى موجود في السمك أنت عارف أن السمكة فيها مثلا 23 جرام أنت عارف أن البيض ده فيها 7 جرام يبقى أنت مش كل جسمك مش كل أكلك بتاخده من البيض اللي الناس بتقول لأنا باكل 6 بضات لا ده مش صح ممكن ننوع من البوتينات بتاعتنا أنت عارف أن أنت لازم تاكل ناشويات عشان تدخل البوتين جوه الخلية يعني أنا لازم أخد ناشويات ومش الناشويات اللي هي البسيطة اللي هي زي دي الأبيض أو الرزو أبيض لا ده أنت لازم تاخد ناشويات مركبة عشان تفضل معك مديالك طاقة طول اليوم وغد بالك لازم أدي مناعة وبيتامينات ومعادن عشان تقوي من جسمك يبقى أنا كده دخلت له من ناحية اللي أنا عارفة أنت مفهود تاكل إيه وأنا بساعدك عشان تبقى شخص زي اللي أنت معجب بي أو أخده رول ماضل أو أخده طيب إحنا لو عملنا حاجة يعني أو أغلبية الأمهات دلوقتي يبتادوا معنا نعمل حاجة في الفترة اللي إحنا فيها فترة مش سهلة وعايزين نحافظ على أولادنا عشان أما نخرج من الأزمة دي ما نحسش أن في خسائر يعني المناعة ضعفة أو هما وزنهم زاد أو كده يعني إحنا ممكن نبتدي نعمل في بيوتنا أكل صحي مثلا يعني اللي كنا بنعمله بالطماطم وبنسويه زيادة زي ما بتقولي والفايدة بتاعته بتروح نبتدي أن إحنا نقلل في عمالي الحاجات دي ونبتدي نعمل استطيق أكتر نبتدي مثلا الرز لو بنعمله باسمنا وكده نسلقه نبتدي نعمل الفراخ أو اللحمة جرال مثلا أو زي مشوي أو حاجة سلطة كتير نبتدي أن إحنا نغير في أسلوب الأكل الفترة اللي جاية لينا ولولادنا يعني هتبقى صحية لكله نبتدي أن إحنا ممكن نقطر في الفاكهة في البيت بدل الحلويات اللي هي موجودة دلوقتي عندنا عمال على بطال والكحك والحاجات اللي زي كده نبتدي أن إحنا نخلي تلاجتنا يفتحوها بزبط يلاقوا الأكل الصحي الأم هي عصب البيت فهي لو نزلت وجابت الخضار والرز البني والعيش البلدي وكل اللي أنت قلت عليه خلاص هيبقى نمط الحياة ونمط الأكل اللي أولادها وليها هيبقى كله ناشي على منظومة على النظام دا لو إحنا نبتديناver 때دي نعم هم هياخدوه على النظام دا تدريقي site ابقىهم لازم نحل في طعم لازم نحل في طعمه لوализم نحل في طعمه لازم ننخل في طعمه بللي لا مش怠س الان وخلقنا من كل شيء حي من الماء فالفكرة كلها ان احنا ازاي نساعد نفسنا اللي احنا نشرب مية لازم ازايز المية تبقى معانا طول الوقت نحط ازايزة المية دي على المكتب او في قط النوم او في المطبخ طول ما احنا ماشيين في البيت يبقى قدامنا ازايز المية مع كل ادان كوبايتين مية مش قادر يا سيدي تاخد كوبايتين مية تاخد كوب مية احسن من ما فيش نفكر نفسينا دايما بالمية قبل الاكل لو احنا اكلنا صاري شربنا مية قبل الاكل هنحس بشبع وهنحس بارتياح وما نخشش على طول على الاكل يعني نشرب قبل ما ناكل نشرب قبل ما ناكل طب ازاي دكتور وفي اكلات احنا بناكلها هي اللي بتسقينا مية بعد كده بطريقة فضيعة وهو ده برضو جاي ولو انا شربت مية على معدى يعني انا لو قمت الصبح معرفش برضو اكيد في ناس كده على معدى فضية زي ما بيقولوا اشربوا مية اول ما باشرب المية معدتي بتوجعني جد يعني بفضل تولي اليوم انا تعبانة لان انا حطيت المية على معدى فضية طب ازاي ده بيحصل لي وانتو تقولوا ان اهم حاجة المية على الريق المية على الريق مهمة لكن ما هياش الاساس يعني انت لو انت حاسة اللي فيه صعوبة في انت تشربي مية على الريق يبقى خلاص يبقى احنا هناخد المية بتاعتنا من الفكهة او الخضار اللي انت هتفطري بيه وبعديها بنشرب كوباية مية ما انا هرجع اقولك اللي كل واحد طبيب نفسه اكيد عارف ايه اللي بيتعبوا ايه اللي بيتعبوا ميعملوش و ايه اللي بيريحوا يعني كده طيب الناس اللي هي بتقوم الصبح تشرب قهوة لا فطروا ولا حاجة على القهوة على طول عن سكافيه على القهوة بتشيله الوضع ايه بالنسبة لهم هل ده صح؟ يعني ده صح اللي هم بيعملوه ولا لازم يفطروا الاول وبعدين ممكن ياخدوا القهوة بتاعتهم القهوة القهوة ما هياش كشيء مضر ده افضل مضاد للاكسادة هو القهوة مفيش فطار؟ احنا بنتكلم ان احنا لو اخدنا الحاجة بالشكل الصح بالطريقة الصح خلاص هتبقى صحية يعني انا مسموح لي ان انا اخد كبايتين قهوة تركي في اليوم او 3 كبايت نسكافيه في اليوم لكن اللي انا اخدها على ريق فانا بزود قوي في العصارة اللي بتطلع من المعدة فبتبتدي تحسي اللي فيه حموضة او فيه حرقان بالضبط وغير كده الاسترس بتاع ضغط النفسي والشغل فكل الكلام ده بيزيد فانا اخد فطاري الاول وبعدين اخد القهوة بعدها انا مسموح لي القهوة سواء التركي او الافضل منها العربي بس فطرت الاول بس يا يفضل ان انا فطرت الاول ممكن اشرب شاي وانا مسموح لي ان انا اخد يعني فيه ناس تقولي انا بشرب شاي كتير انتي مسموح لي كنتي تشرب اربع كبيات شاي في اليوم هو مش الشاي برضو بيساعد على ان الهضم ما بيكونش كويب بعد الاكل بساعتين كما احنا شعب ما بيشربش شايغل بعد الاكل وبعد الاكل ايه يعني احنا بناكل وهو محطوط بيتعمل يعني قابل ما انا بقولك احسن احسن من عدد الغذائية لو انا بشربه بعد الاكل بنص الساعة اليوم اللي بعدي اشربه وبعدها بساعة لاروبا وبعدين بساعة وبعدين بساعة ونص اوكي فانا احسن العدد بتاعتي الغذائية تدريجية الشاي ممكن استبدله بمشروبات اللي هي مفيدة اكتر سواء بقى الكاموميل او الينسون او الشمر او يعني الاعشاب شرباء برضو ده مفيدة مفيدة فانا مش لازم كل اليوم على شاي وقهوة انا ممكن ااخد نعناع ممكن ااخد زنجبيل ممكن ااخد قرفة كل المشروبات دي ممكن تتاخد سخنة طب الولاد الرفيعين قوي يعني انا عندي صحابة ابناء رفيع وتشتكي من موضوع ده جدا وبتقول ان هو رافد اي حاجة بتجيبها له ما بيكلهاش يعني عايز اكل اكل بره بس يعني هي تابت فعلا معي ووزنه هو اصل رفيع ووزنه بيقل زيادة وموضوع ده فعلا عمل لها قلق وبتجيب له كل حاجة وبرده مفيش فائد وبرده رافد وعايز اكل بره وهو مستغير يعني برضه مش هتعرف ان هي تمشي عليه كلمة والوزن بتاعه بيقل فده برضه مقلب احنا بس لازم نخلي بنا ان نزول في الوزن اسهل بكتير بالمقارنة باللي انت تزيد في الوزن لو احنا بنقول اللي هو الطفل ده زاد بربع كيلو في الاسبوع فاحنا كده بنبقى يعني اعلى معدلات نجحنا واعلى يعني تطلعاتنا فلازم الام دي تبقى صبورة على ابنها ازاي بنقول لها على ارشادات معينة اللي هي تغذيه سواء طفل او تينيجر او مراهك او انسان كبير هو مفروض يأكل كل ساعة مفروض الاكل بتاعه يبقى فيه قيمة غذائية عالية مش بس بقى عشان انا عايز اطخنه فانا اديله المقلي والمحمر وكده انا ببوزه جسمه لما يجبر فابقى مدياله كل الانواع بتاعت الاغذية سواء بروتين او دهون او ناشويات وبالذات الفيتامينز والمعادن عشان دي اللي بتزود الشهية كل الامهات يجي تقولي انا ابني ما بياكلش طيب ما انتي مش مدياله المعادن اللي بتزود فيه المعدل الشهية وتزود اللي هو يحب الاكل اكتر فلازم ناخد بالنا من الموضوع ده ونبقى يعني امهات صابورين احنا بنشكرك جدا بجد النهاردة استفادنا كتير انا استفادت وكل الامهات استفادت وكل اللي شايفنا اكيد استفاد بس يا ريت يعني ان احنا نعمل بالكلام ده ونالفترة اللي جاية دي علشان دي ما قلنا احنا ظروفنا مش بادينا وان احنا في حاجات كتيرة كلنا بنعملها ما بناش نعملها فعايزين فعلا نستفيد من اللي قالته الدكتور ردوة وانطبقوا كل واحد يطبقوا لان احنا ما بناش نتعرض لشمس او لخروج او لرياضة يعني وكده فلازم نلتزم بالاكل الصحي ونعمل اللي علينا وباذن الله ان شاء الله عن قريب يا دكتور الازمة دي باذن الله هتتحلوا وانرجع زي الاول واحسن وكل سنة متطيبين وعيد سعيد عليك وانا مبسوطة ان انا كنت معاكو اول يوم العيد وكان نفسي عاد معاكو اكتر من كده بس عشان وقت البرنامج انتهى واشوفكو على خير باذن الله يوم الحادثة 11 تسبوع على خير باي باي اشتركوا في القناة